النهاردة برضو بمناسبة الاحتفال باعياد صور الثلاثين يونيو وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية قطال الحال المدنية بيواصل تحديث الفروع بتاعته كان عندنا المرحلة الاولى اللي كان فيها تطوير كافة السجليات المدنية على مستوى المحافظات الجمهورية بدأت بمرحلة المرحلة الاولى القاهرة والجيزة والسكندرية لانهما فيه كثافة كبيرة جدا فيهم وتم مواصلة اعمال وعملات التطوير الحمد لله وده ترسيخ دعائم التعامل مع المواطنين ودعائم الامن تقديم الخدمات الجمهورية بشكل راخي جدا وتطوير مقار السجليات سبع محافظات النهاردة بمناسبة احتفال بـ 36 حاجة شكلها تدعو للفخر ده قطاع الاحوال المدنية وده اماكن انتظار الناس ومحافظات السويس والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وجنوب سيناء ده كله تم في زمن قياسي وفق نموذج موحد كله تلاقيه زي بعضه كله زي بعضه اعتقد انه ده بيستدعي مننا ان احنا نهنق وزارة الداخلية ومعالي وزير الداخلية نهن قطاع الاحوال المدنية سيد مساعد الوزير الاحوال المدنية كل اللي عاملين فيه الاحوال المدنية على هذا الجهد وده هو ده اللي المواطن بيشوفه المواطن بيروه اعمل حاجة عايز ده الله عشانة ميلاد عايزة طلع حاجة من هذه رقم قومي او غيره اهو قدامنا ممكن نعمل رقم القومي كله وطلع بطاقة وكل الحاجات دي وكله مميكن وده المكان احنا طلع عمران نقول تلبية احتياجات الجماهير وتسهيل الامور على الجماهير هو ده السفير خير السفير للمواطن المواطن عايز ايه يروح يعمل رخصة مرور يروح يعمل بطاقة يعمل شهادة يجد الامر ميسر اهو قدام قدي قدامنا ده الصورة دي مش جرافيك مش مرسومة مش جاي من مكان واي حد عنده يعني مكان في المحافظة بتاعته هيروح يشوف هذا كلام انا رحت فعلا والله هذا كلام من فترة من حوالي ممكن معرفش سنة او اقل اقل من سنة كم شهر رحت الادارة الرئيسية اللي هو باصلحة الحمدنية وروحت اماكن فرعية لا يعني الاستقبال واحد يقول لي عمه وبيستقبلك عشان عارفين اكو والله يبقى انوا عارفين وبعدين الاماكن اللي هي دي اماكن فعلا مجهزة ومنمقة ومرتبة والتعامل الرقل مع الناس ولفي المشكلة بتجد الناس بتحلها بشكل يعني انا شفت ده ولمسته وبشهت به حتى انا كنت انا وزميلي عمر عبد الحميد كنت رحين نعمل ورق او حاجة كده وفعلا لقينا الجهد يعني كان ده من كم شهر والله مش دلوقتي ده تقريبا في المرحلة الاولى يا ابراهيم لأن المرحلة بتاعة القاهرة والجيزة والسكندرية ده من كم شهر النهاردة الضف اليهم السويس والقصر انا وانا ساعتها قلت ايه قلت يعني نفسي القاهرة عشان العاصمة بقى مثلا فقالوا لي لا ده فيه جاي فانا ونسيت النهاردة هو لا السويس والقصر البحر الاحمر واسوان وجنوب سيناء واسمعليا وبروسعيد بمناسبة